انا لا اريد ان اطيل عليكم ولكن كان يعجبني ان اقرأ وان اتلو على مسامعكم القصيدة الجلجلية قصيدة الجلجلية اعتقد ان اكثر الشيعة لم يسمعوا بها وهي وثيقة تأريخية وبحاجة الى شرح لكن الوقت ما يكفي ساتلوها على مسامعكم اذا سنحت فرصة اخرى ربما اشرح ما جاء فيها القصيدة الجلجلية هي القصيدة التي كتبها عمرو بن العاص الى معاوية معاوية كان فيما بين وبين عمرو بن العاص اتفاق على ان يشاركه في حرب سيد الاوصياء وبعد ذلك يشاركه في الملك وفي الحكم ويعطيه خراج مصر وكان خراج مصر هو اكبر اقتصاد في المنطقة لانه الثروة كانت الثروة الزراعية لا توجد صناعة ولا توجد ثروات معدنية فكان اكبر خراج في المنطقة هو خراج مصر وهذه القصة مذكورة في التأريخ بعد ان استتبى الامر لمعاوية اعطى مصر لعبد الملك ابن مروان وارسل كتاب الى عمرو بن العاص يقول له سلم مصر الى عبد الملك فثار الثائرة عمرو بن العاص وكتب له هذه القصيدة يذكره بالذي فعله معه سابقا وما له من فضل عليه وكيف ان الخلافة وصلت اليه بمساعدته ويهدده بفتح الحقائق معاوية الفضل لا تنسلي القصيدة لها اكثر من نسخة الشيخ الاميني رضوان الله تعالى عليه نقلها في الجزء الثاني من كتاب الغدير وذكر بان هناك نسختان للقصيدة في المكتبة الخديوية في مصر وموجودة ذكرها ابن ابن حديد قسما منها في شرح نهج البلاغة ذكرها الاسحاقي في لطائف اخبار الدول هناك كتاب من الكتب الشيعية رياض المدح والرثاء للشيخ حسين البحراني موجودة القصيدة فيه موجودة مصادر كثيرة عديدة معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق لا تعدلي نسيت احتيالي في جلقين جلق من اسماء دمشق نسيت احتيالي في جلقين على اهلها يوم لبس الحلي معاوية لبس الذهب والناس ضجوا في وقتها نسيت احتيالي في جلقين على اهلها يوم لبس الحلي وقد اقبلوا اهلها يهرعون مجافي لك البقر الهملي فقلت لهم ان فرض الصلاة بغير حضورك لم يقبلي فولوا ولم يعبؤوا بالصلاة وقد كان جامعهم ممتلي ولما اتاك امام الهدى علي وقد سار بالجحفلي وقلت بمن اتقي بأسه وفي جيشه كل مستفحلي فقلت اذا قم فاني ارى قتال المفضل بالجهل من البقر البكم اهل الشعام لأهل التقى والحجأتلي فبيحاربوا سيد الاوصياء بقولي دم طل من نعثلي فبيحاربوا سيد الاوصياء بقولي دم طل من نعثلي وكدت لهم قصد ان ينثنوا عن الحرب كالنعم الجفلي يشير الى الخوارج وصيرت اهل نفاق العراق يسيرون عسفا الى الموصلي وعلمتكم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل هذا السلاح الستراتيجي الذي علمهم وعلمتكم كشف سوآتكم يعني كشف ادباركم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل الى هذا يشير ابو فراس الحمداني هذه القصيدة التي تغنيها المغنيات والمغنون منذ الازمن البعيدة ويا يومنا هذا اراك عصي الدم شيمتك الصبر اما للهوى نهي عليك ولا امر نعم انا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر يقولون لي بعت السلامة بالردى فقلت اما والله ما نالني خسر ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوآته عمر وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل وقلت لكم ترفعون الرماحة عليها المصاحف في القصطلي القصطلي ساحة المعركة وقلت لكم ترفعون الرماحة عليها المصاحف في القصطلي ورمت الحكومة قضية التحكيم ورمت الحكومة عن خدعة لينقض ما شيد مقولي ولم أرضى إلا بشيخ الضلال الأشعري أبو موسى الأشعري عن الوضحاء ذوي المقولي مالك الأشتر وأضرابه والقصة مفصلة في كتب التاريخ أنا قلت القصيدة بحاجة إلى شرح ولكنني لا أملك وقتا لشرحها ولم أرضى إلا بشيخ الضلال عن الوضحاء ذوي المقولي نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل دومة الجندل منطقة في الشام التي وقعت فيها حادثة التحكيم نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاص في المفصل وألعقته عسلا باردا وأمزجته بشبل حمضلي خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الأنملي ولم تكن ترها في المنام فزفت إليك ولم تكن ترها في المنام فزفت إليك ولا مهر لي ولم تكو الله من أهلها ورب المقام ولم تكم لي ولا لك فيها ولا ذرة ولا لجدودك من أولي وأرقيتك المنبر المشمخرة بلا حد سيف ولا من صلي وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الجنوب مع الشمألي نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل وجهلك بي يا ابن آكلة الكبود كقولك لا أم لي ولولا مزاجرتي لم تطع ولولا وجودي لم تحفلي ولولا يكنت كمثل النساء تعاف الخروج من المنزلي وحيث جعلتك فوق الرؤوس تنزلني أسفل الأسفلي وهنا يبدأ يحدده بكشف الحقيقة وستلاحظون أنه يصف واقعة الغدير بالدقائق أوردها شيخ الأميني في كتاب الغدير ليحتج بها وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وفي يوم خم رقى منبر وبلغ والركب لم يرحلي وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بحق جلي وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي فمن كنت مولاه فهذا أخي علي له الآن نعم الولي فوالي مواليه يا ذا الجلالي وعادي معادي أخي المسلي وقال احفظوها كحفظي له يقينا فمدخله مدخلي ولا تقطع العهد من عترتي فقاطعهم بي لم يوصلي فبخبخ شيخاك لما رأوا بخن بخلك يا علي فبخبخ شيخاك لما رأوا عرى عقد حيدر لم تحللي فكنت شيطانها في الأخير كذا ينقض الآخر الأولي وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفلي فما عذرنا يوم فصل الخطاب لك الويل منه غدا ثم لي وإن عليا غدا خصمنا قد اعتز بالله والمرسلي فما دم عثمان منجلنا من النار والموقف المخجلي ألا يا ابن هند أضعت الجنان بأمر عهدت وأمر جلي وأخرت أخراك كيما تنال يسير الحطام من الأعجلي وكنت كمقتنص في الشراك يذود الضباء عن المنهلي أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي كناية عن الإسهال الشديد المتواصل وقد بدت تذرق ذرق النعام مخافاً وروعك لم يكملي وحين أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليلي لحظت بعينيك أين المفار لعمري من البطل الأبطل وحين أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليلي وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقلي لحظت بعينيك أين المفار لعمري من البطل الأبطل وقولك يا عمر أين المفار من الفارس القسور المسبلي فهل لك من حيلة تدهي بها ففؤادي في عنقلي فشارتني طالباً منيتي لك الملك في ذلك والحكم لي فقمت على عجلتي رافعاً وكشفت عن سوأتي أذيلي هذه مرة أخرى للدفاع عن الخليفة فقمت على عجلتي رافعاً وكشفت عن سوأتي أذيلي فستر عن وجهه وانثنى حياءً وروعي يرتاب لي وأنت لخوفك من بأسه هناك ملئت من الأفكلي ولما ملكت زمام الأنام ونلت بذاك عصى الأطولي فسمت لغيري وزن الجبال وأعطيتني زنة الخردلي وأمنحت مصر لعبد المليكي وأصبح أمري في مرجلي فإن كنت تطمع في ردها فإني لحربك بالمعضلي بفرسانة في الحرب شم الأنوف لا ندري يلبسون ملابس داخلية أو لا بفرسانة في الحرب شم الأنوف وبالسمهرية والذبل هو يحدثه عن اللسان وحد اللسان يريد أن يفضحه يهدده بالفضيحة بفتح الحقائق وحد اللسان كحد السنان بيوم الكريهة كالمنصلي وأكشف عنك محل العراء وعريك وقصدك في يومك الأنكلي وما لك فيها ولا ثرة ولا ابن فلانيها الأرذلي ولا علان كان من أهلها أقول كذاك ولا نعثلي فإن قلت نيلكها شبهة أنها وصلت إليك من طريق الشبهة فأين الحسام من المنجلي وأين الثرياء وأين الثراء وأين اللعال من الفلفلي وأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي الله وصل على محمد الله وصل على محمد وأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي فإن كنت بلغت فيها المنى ففي عنقي علق الجلجلي لهذا سميت بالجلجلي ففي عنقي الجلجل وهذا الجرس الذي يعلق فيه رقاب الحيوانات ففي عنقي علق الجلجلي نصرناك الخلاصة هنا في هذا البيت نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل يا علي أسألكم الدعاء وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين وآله الأطيبين 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 الأطيبين